موسيقى دارنا كبيرة مفتوحة البيبان وكل باب يدي لصراية فيها جنان الضيف مون الدار عندنا مش من اليوم راه من قديم الزمان تحلى بيكم قعدتنا وتحلى بيكم اليالي رمضان اذا يقول لك اليالي رمضان وقعدات رمضان ما تحناش غير بالاحباب واليوم جبت لكم احبابة عزازة عليها وعليكم طبعا اذا معي الفنانة القديرة وصاحبة الحضور القوي جدا واللي من عائلة فنية عندنا حجب زال نحكيهم اليوم هي يعني سيدة عيدة عباسة سحر رمضانكم كل عامة يبقى ألف خير يا طيوبة الله يخليك ورمضان كريم وأهلا وسهلا بكل المشاهدين اللي موجودين هنا عبر الشاشة واللي راهم في الخارج طبعا لهم يتفرجوا فينا وأهلا وسهلا وأشكرك على هذه المقدمة الجميلة سهلي كل خير عيدة وأيضا معي الاعلامية وصديقة رائعة رادية بن الشيخ لهي صديقة كل الفنانين وكل الممتدين وهذا اندل على شيء دل على طيبتها وصدقها دائما معنا ومعهم طبعا مرحبا بيك رادية وكل عامة طيبة شكرا أولا وقل فرحانة جدا بوجود صديقتي واختي وحبيبتي عيدة عباسة وفرحانة أيضا يعني مرتين بوجودك أنت يا حيا صديقي واخوي ربي خليك وكل الشرف لنا طبعا وشيء جميل جدا أننا دائما نجمع الجمهور الجزائري وجمهور قناة البلاد على نجومهم والناس اللي يحبوا يشوفوهم من خلال البرامج التلفزيوني وحتى من خلال الإطلالات تعم عبر المسلسلات وعبر البرامج إذن ربما عيدة عباسة لما نقولوا عباسة نقولوا العائلة الفنية نقولوا أهرم الأغنية الجزائرية يعني الوالد ألف رحمة تنزل عليه طبعا لما نقولوا أعباسة نقولوا سلطانة الترب العربي في العباسة لما نقولوا أعباسة نقولوا رمز السيدات الفضليات الجزائريات الفحلات ناعمة أعباسة وما نقولوا طبعا أعباسة ونقولوا عيدة أعباسة أكيد الجمهور ربما يعرف هذه الأسماء في الله ونعيمة وأيضا الكتير منهم يعرف في عيدة ولكن يعني خرجت لهم كيمة الورطة خرجة جديدة إلى الإطلال إلى الجمهور الجزائري بسم الله الرحمن الرحيم والله العادين تشوف هي الفكرة كانت مستبعدة نهائيا طبعا فكرة التمتيل لا 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 فكرة الدخول إلى المجال الفني بصفة عمّة يعني أنا أيام أمي الله يرحمه كنت نخدم معاهي وعلى بالك العراسيته ميوم بعدنا جيكت إلى الجري كملت دراستي كنت حبّا نبين باللي هاد العائلة الفنية يقدر يطلع منها إنسان متقف والحمد لله كملت دراستي وثابرت وروحت اشتغلت بره مسكت منصب في سفارة الجزائر في القاهرة وعشت في القاهرة الحمد لله يعني عشت جميلة جدا وبعد رجعت لبلادي هاني نسلنا هاد المتقفة وش راح نديروا بها والحنين الحنين الحنين في دايما اللي نهضر معايا يقول لك لا لا غني لا يقولوا ش نغني أموناج وش هنغني إيا ناس سيبقى بوسيب لأنه راديا لا نعرفوا بلا أنه عائلة تعباب سي عائلة فنية بامتياز يعني سواء من فلا إلى ناعمة حتى الوخت الكبيرة يعني بالقوسين فوزياء من الأوائل اللي كانوا يضربوا لورغ يعني بما أنه راديا صديقة العائلة الله يبارك عليه راديا المفروض ما نسموهاش راديا صاحب الله يرحمك أني حبها أمي كانت حبها كانت بقلة فقريني في جمالي كونت صغيرة أمي كانت جميلة جدا وراد يعني فترة تلقى شبه كبير بينها وبين فلا سبحان الله علي يعني يوكي قلت يعني الحلقة قلت لك كين فلا وعيدة ونعيمة إذا راديا يعني أي واحد يسمع يقول باللي كينة أختهم عيدة أي شو اللي حبة مثلا المجال اللي راح تدخل فيه أكيد هو الغناء شوف عيدة يعرفوها نعرفوها يعني عيدة من اللي راح تقبل ما تروح لمصر هي نشيطة جدا الله يبارك عليها في التنشيط يعني إذا عملنا صهرة ولا فرح يعني نغمض عينينا نقول عيدة هي اللي تقدم الله يبارك عليها يعني عندها حس جميل جدا وعندها كاريزمة تبارك الله عليك اللي تخيل سيمباتيك وعندها حيوية وتعرف الناس وتكبر بيهم وتعرف الأسماء هذه مسافات الإعلامي الناجح طبع الله حليك إن شاء الله نقول لها يا عيدة يا عيدة عملي حاجة عملي فيلم عملي تقول لك لا ولا أهمني ولا أهمني يعني فرحنا لها الله يبارك عليها من كل قلبي وأنا اللي أول وحدة اللي أمنت بالعمل تعيدة الله يبارك عليها كاميرا كاشي قبل ما يظهر في القناة بتاعكم في القناة بتاعكم قناة البلاد قناة البلاد وكنت على بالي يعني لأننا نعرف الإمكانيات تتاحها طبعا فأنا اللولى اللي أمنت بالقدرات تعها بالقدرات تعها بارك الله فيها إذن عيدة قلنا بما أنه الأسرة فنية يعني أبن عن جد في الإخوة وسط فني كيفاش كنتي تتعاملي مع هذاك الوسط ومخرجتيش في النار اخترتي يعني سيق آخر لا لا أنا عندي صوت جميل جدا الله يبارك عليها عملي عندي صوت جميل جدا بالصح ما كنتش شوف من كتر حبي في أبويا كنت حابة نقول آه هاد العائلة فنية بس حاجة تتعاملها متقفين يعني فجافي دي زيتيو درست بأسنان كنت حابة نوصل لنبعد على بلك زوجنا والدنيا والدنيا لهاتنا 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 ومشاء الله في الله يعني خدت وكملت نائمة الله يبارك عليها أنا قتل موشحا نخرج موناجا بك من شانسون سي با بوسيب عندي المبدعة الرائعة نوجه لها تحية كبيرة هذه البنت اللي بجرة قلم نقلت الجزائر إلى مستوى عالي جدا الكاتبة الرائعة ربي يحميها للجزائر صارة بالسيمة صارة بالسيمة تحية كبيرة جدا لك صارة يا شاء الله عليها يعني هذه البنت هذه شوفك نتكلم عليها نشوف علام الجزائر فيها يعني اليوم بعدت لها نتخيك جيمي علام الجزائر يعني نقول الحمد لله نقول الحمد لله عيدة أنه مازال عندنا مواهب وقدرة يعني توصل الرسالة الفنية إلى الجزائر ليس فقط محليا وحتى عربية هاد الموهبة فزة شوف هي جاتني أنا نعرفها في مصر وكانوا عرضوني مرة قالوا لي شوفي كان تكريم كاتبة كبيرة جزائرية قلت لهم الله الجزائرية قالوا لي قلت لغير روح أنا كنت أخدم في الصفة في ستة ألة التي تتخجعنا جوبارلو سايد في واحد ديزان لقيتها بنت صغيرة ما فيها قلت لها ما شاء الله عليك يا بنتي وربي يحفظك يتوب ودخلت هي الجزائر ونقعت في مصر دونك حوست عليا حوست عليا حوست عليا ومبعد جاتني للدار بروح تلوختي القايمة الأول قلت لها شوفي نحوز قلت لها أختي روح يغير تشجعوها باش تدخل في التمثيل أنا قلت غير كما جيت للجزائر ودخلت وليلي الجامعة قالوا جاتني للدار قاعدة تتكلميته قلت لها شوفي عندي سيتكوم قلت لها شوفي يا سارة انتي كاتبة مبدعة ولا شاكي دخل في سيتكوم اختك الدخلي في الدراما قتل مستحيل مستحيل قتل مستحيل قلت لها شوفي اتكلي على الله وديري وأنا متأكدة ومتيقينة أنك قاتلي تلعبي معي قلت لها نلعب معك قلت لها نلعب معك لفتخل أنا ما كنت قلت ضد أنك تدخلي ميدان أني أخوذ المجال الفني أساسا من أوله المهم فراح تمكلماني بعدها بثلاثة شهور قتلي عيدة شوفي كاين قتل على خير تلسير ورحيت تكنال الله قدمتوا بسم الله ما شاء الله الشركة الرائدة تعويلكم الله يحمي الله يحمي مسيح النودة صراحة عمدها النودة ستنقع صمان في أنجان على فكرة الحلوة في هذا تعلق خاوة وأنا عملت ثلاثة أعمال عملت عملت الغزانة في دور سباسيتي أيوة وعملت مع الأستاذ العظيم الكبير العظم الله سبحانه وتعالى كاميل بو أكاز أيوة أنا ومرتي عملت حلقتين معاه وتخلي الخاوة تخلي أقدر تحلي مسما الله يبهرك إن شاء الله تحلي مسما دونك جيبخي لغول رابعة رابعة والبنت بسم الله إن شاء الله شوف حبيت هذا الموسى طبعا الإخراج رائع الإنتاج رائع الممثلين كان في أخوة بينتنا كما شوف يعني الخاوة يعني الخاوة كان في الأولاد كانوا أولادنا الأساتدة كانوا أساتدة هذاك المخرج كانوا عاني وجه فينا صارة بيرتيما كانت الكاسك في ودنها معانا تبع فينا كلمة بكلمة كلمة بكلمة وأنا كنت أساساً عملت تاع انتاع قسمة سيتي وفي دخولي يومين اللي عملتهم على فكرة أنا حب أن تكلم على هات التجربة اتعلمت التمثيل على يد الأستاذ كمال بوعكاز الله يبارك يعني تلحية كبيرة جداً جداً لأستاذ كمال بوعكاز ومدام فاريدة كريم بسكو 60 كابسول ستة مان بان نسيتكم علوغ دخلت أنا أول دور ليا كيفاش علموني يا أخوية العزيز بسمنا الناس تاعزمان ميريوش صح علوغ كامال بوعكاز قال لي عيد أنت أول وقتله أنا أول مرة أعلمني الارتجال نهي بارك نعم لأنه أساس التمثيل والارتجال طبعاً الارتجال علمني الارتجال علمني النظرات كيفاش نخزر وقتاش نعضر الإكسPRESSION علمني وانا نحفظ نحفظتو تسي الله يبارك طون كوصلت للخاوة لقيت راحك مهيئة من خاوة مهيئة نهائياً يعني حتى كانوا ناس كثار حتى المخرجة كان يقولوا ما أنا غامرت بهذه السيطة وانش عطوا واش راح أديلي في هذه السلسلة خاطر أنه إنسانها ما عنداش ربما تجارب سابقة رادية كنتي وطقة منها رادية أنا كنت وطقة ونعرفها وصديقتي وزاملتي وكبرنا كيف كيف يعني الله يبارك أساساً قبل ما نأخذ هذه الخطوة كنت قطعتك بلسة كلمت رادية قلت لها رادية شوفي قاتلي روحي ادقني بلما تفكري على كل حال شوف نقولك على حاجة أنا قد أكون محظوظة جداً أني دخلت في هذا العمل العمل لقى نجاح كبير ولكن نقولها رغم التهميش اللي احنا فيه طبعاً طبعاً هذه الاشكالي اللي من طرحوها في البرنامج نترحم على الشيخ عبد الحميد عباسة اللي أعطانا اسم ما زلنا ناكله فيه الخبزة طبعاً رغم سننا طبعاً طبعاً بسكو الاسم سعيدني جداً كان مثل مصري يقول لك إن خط وزنك تكفية اسمك وأنا كان عندي اسم ندخلت به والحمد لله كانت أمينة حناشين وجهلة تحية كبيرة نسيمة حناشين هي اللي كانت دي الكاستينج وقاتلي عيدة أنا مدخلتك وعلى بركة الله هي صديقتنا طبعاً طبعاً شيء جميل جداً أن نلقاه يعني أعمل بهذا المستوى يعني عيدة يجمع الكثير من المواهب سواء يعني من عدة أجيال الأجيال ربما اللي شاركوا من قبل في العديد من الأفلام والمسلسلات وأيضاً المواهب الشابة اللي نشوفوا باللي صح نعيمة ولا رادية عندنا مواهب شابة صح رابعة تستطيع الدعم لأنه قادرين نفسه سواء كما كنت تقولي يعني عيدة سيناريس صارة اللي نجولة تحية كبيرة جداً لأنه لأنه الأصل في المسلسلات والأصل في الدراما هي كتابة النص النص لما يكون قوي نص مهم جداً أكيد المخرج رح يبدع من جهة وأكيد طبعاً الممثل رح يكون عنده حس فني باش يتقمص الكثير من الأدوار وصارة بالرتيمة للملاحظة صارة بالرتيمة كتابتها كانت مثلاً أنا ربيعة تدخل ربيعة تسوق السيارة توقف السيارة تدخل على جازة تلاقيها على طبلاً يعني تحطك في الصورة تحطك في الصورة لكعرف الشركة الديتايل 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 اللي دوني ستنك خوياب كيفاش دونك تخبية المخرج طبعاً أبدع في الإخراج الإنتاج كان رائع معنا صارة أنا حبيتها بس ك بينت مدى إحنا الشعب السياد في بلدنا معروف إحنا الجزائريين السياد في بلدنا قالتها مجد الرومي قالوا لها إيه رأيك في الجزائر القاتلهم من جزائر الشعب السياد في بلدهم الله يوارد هذه البنت هذه بينت أنه إحنا فعلاً السياد لما تشوف شوارع الجزائر طبعاً طبعاً بيئة الجمالية الجمالية شوف الشوارع أنا عندي صحبات يتكلموني من مصر يقولوا لي هذه الجزائر هذه بلدكم يا جماعة نقولها هذه القصور اللي أنتم عايشين قلت لها هذه القصور اللي إحنا عايشين فيها بناتنا لبسين هكذا فهي حطت الجزائر قلت لك رفعت رفعت الدراما المستوى اللي هو أنا نشوفه حقيقةً أنه الدراما عادت يا رادية أنها تسوق للعديد من الأشياء تسوق لجماليات لجماليات المكان وتسوق أيضاً للثقافة الكبيرة أيضاً نشوفنا في رمضان يعني عبر قناة البلاد العديد من البرامج ومن بينها برامج الكاميرا الخفية يا رهيم دير حالة حقيقةً يعني في القناوات ككل وخاصةً في قناة البلاد ومن هذا المنبر حقيقةً يعني نوجه تحية كبيرة جداً لكل تاقم يعني كاميرا كاشي ردوا بالكم اللي بلغ صداها طبعاً عربياً ووصلت إلى أكثر من 8 ملايين في أحدى المواقع العربية وهو أول برنامج يعني من هذا النوع يسوق عربياً فخر كبير جداً والحمد لله أننا نصنع المجد يعني من هنا من الجزائر النوعام فالخير على الدراما الجزائرية وفالخير على البرامج حكيلي على التشروب رادية ورادية هيا لي كانت تجيب الفنانين كله تحطوا وتوقعهم حكيلي على التشروبات أنا حكمناك كنت أنا يلا يعني نجيب الفنانين وأصدقائي والقاميرا التانية كنت نطعب طبعاً طبعاً أنا نمتشاركين في عمل واحد طبعاً كانت تساعدني كتير باش نجيبوا الفرائس كانت شوف نهار جاتني إلي كنت مازال ما درت لالخة قتلي عيدا قتلي عيدا أنا حكمناك قتلي عيدا قتلي عيدا جبتلك فيلم راحات الخدمي مع مونتج جيح إنه أنا قتلي نعم خيرك كميش حتى صيدتي عيدا حكيلي حكيلي قتلك أنا يعني العيدا صديقتي ونعرفها كيفاش تفكر وكامل قتلك كين جولة مغاربية شميئة اسملة وساعة فرحة عيدا قتلي وش نعمل قتلي تعملي التنشيط وهي تحب التنشيط يعني عيدا تروح للفرح تكون معروضة برك ولا حفلة خاصة ولا يعني سفارة ولا تشد الميكرو متقدرش تستغنى متقدم متقدم يعني أحسن تقديم قتلك كان جولة مغاربية قتلي ما تكلمتش لأعلى الدراهم ولا قتلي عجبت هالفكرة قتلي وش نعمل قتلي يا سلام قتلي هذا يا ما جالي ما جالي وجات وعملنا لها مع سليم اللي نشكره كانت أول تجربة ليا مع سليم وإن شاء الله ما تكونش أول مرة يعني سليم نحبه بزاف وعندنا نشكره بزاف نشكره بزاف قتلك نسلم لحظة يمني لقيهم ربي ببعضان الله جابتلي جابتلي حلقة وين فيها الجنون وفيها أنا متدينة جدا أنا متدينة جدا وقرقة بزاف القرآن دخلت بونق حدنا نشوفه اسمه يتوم بعد بديني نشوف فيلم قتلوا راك ترمي فيلم قتلوا يشيخ يصلي على النبي واشو من ما ما تخافش بديت بالقرآن نقرأ في القرآن حتى سبت راح ينضرب في البوديغارد ما خفتيش منه جامي واش تخاف يا راجل تخوف من الله سبحانه وتعالى جينك اخت خيجور قالوا غادي نشوفي وتعصف نقول لا ما تخافش أنا معاك الطفل اللي معنا نقرأ في الأيات القرآنية درجة انه اللي عمل معي الكاميرا كارشي قتلوا 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 والوقت يقالوا و بعد 2000 جبوا من شعر قتلوا ويلته كمان يا موكوز كيف كنت تدير كنت تدير كنت تدير خفتي منها لا لا جتي تخيسي غيو سكينبورك في واحد الحلقة اللي مقدرتش نشد روحي ستي مع قويدر 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 فتت معنا في الحيصة أيضا أنا غلبني الدحك قتلت روحي أراك تشوف المرة رايي تبكي رايي تبكي لقد أخفت من ردة الفعل على الفنانك. ما يصره له؟ نرى الحصة التي أخفت منها كان أول حلقة أبي لأن أبي تشد مع ذاك الوغار ديكو يعني أنا غموني. ما أخبرت أن تنفس. أنا نعيطه ما في زوجي تضربه. يجلس الحلقات السنة وبرك الحلقة تعايدة. عاتيقة خفت. عاتيقة خفت. يعني صفرة خفنا عليها بزاف. وبعد ما عملتني في الخير كاميرا كاشي قاعدة تقدم من الباب قاعدة يجيبوا لي الموت كسلت. ما قدرتش تنوت. يعني غادتني عاتيقة. ولا غادتني ونقدم لها تحية تعليق صديقتي وحبيبتي. وتخدم معي في تليفزيون ونحبها بزاف عاتيقة. وباش نقولها ما تزعفيش عاتيقة نحبك. عاتيقة نحبك بزاف وإن شاء الله تكون معنا إن شاء الله في أحد الحلقات. وأنا جميل جدا رديا لما الإنسان يتعبد ويعمل ويلقى يعني ردة الفعل تعالناس بالنجاح. كيف كانت ردة الفعل يعني سيدة عادية عيدة طبعا أنك شاركتي في برنامج في مسلسل الخاوة. كيف كانت ردة الفعل من الوسط العائلي أولا وبعد ذلك من الوسط الفني. خاصة وأنه شيئنا أبين في السن متأخر شوي. هذه اللي تكون ممكن تقيلة شوي. إيه بس حنقولك على حاجة بسم الله ما شاء الله في العمل الفني اللي عملنا. طبعا الخوة من أحلمة عمل. فلقينا أدوار الشباب بزاف شباب بسم الله ما شاء الله كان كثير. إنما اللي يلعب دور الأم أو الحامة قليل قليل جدا حتى في الرجال. حتى في الرجال. كما تكون صحيحاً لدينا هذا الشباب. لأنني أعلم أن أجد رجال من الأمين. فردت الفيئة أنا كنت دائما في السحراء. أعلم أنني كنت في الرجال في رجال السحراء. فأنا أقول في الرجال السحراء لقد أسعجتكم أمزارك. احكيلي احكيلك بشي كانت تعمل معاك فلا وشا علمتك يعني بشي تعمل دورت على السحارة مشي اي دورة دور مركب على فكرة اي حب نقولك على حاجة قد يكون ولكن لي مسيرة فنية ان شاء الله من احلى الادوار اللي عملتها انت مكانتش سحارة كانت سوسير ايه على اغجي في انتوني تخي سبيسال جافي للأسف المشاهد مكانتش اكتيرة بسحب يمكن واحد انما هذا الدور بزاف 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 حبيته بسك دور دوري كربيعة كان في ابداعات كثيرة يعني الشباب بدعوا مادام فيزيات القورتي بدعت كله كله مادام شافية لقد لعبة دور كانت رائعة مادام عيدة يعني كان روائع فانا اي حاجة نجيبها ما حاش تبان في ذاك الخدمة اللهم اذا كانت حاجة استثنائية وربيك رمي فيها انما دور تاع القزانة دور مركب وصعب جدا لانتلعب كمش تعملتي معاها؟ لقد قلت لك لغ تليفونات لي امينة قاتل عيدة شو فيان يا روحت قاتل يا كاين دور لك تعقوم بالصح في المستشفى مش هاد بسيط كيشافني المخرج با انا شوية كينا هدر جسوية كومليزيتاليان جو طعنا بك حماس قل لي مادام مش رأيك تاخد دور في اربع حلقات بالصح قزانة قلت له قزانة قزانة زي فردو كنش ندير معه لازم نبال انتعرف في الاول في الانطلاقة الاولى يكون فرد وجود صح يا صابت يا خابت يا صابت يا خابت في هذه الفترة هذه ما تفكر ليه في فلوس ولا يعني أنا من الموهم لقاتل تقليك دور رائيسيق لليل دور جسانة قاتل دور جسانة قلت له نادة مسكينا جبدت لي لي فوسيلو جبدت لي انا في الأول اول اعطاء اللي علاقات قلت النجمك بحالة عطلة قبل ثم تزيزة و او دعني هذه الكلمات و ايها سعة سبكيت ليس متفكين و هي نفسها خافتك بمتلك البخور و أنا أحسنت تشفيك تشفيك هذي تتخوفك لأنا تقراك و تدور لا انا نتقمس شخصية هاتف. الله يبارك عليك. ما ننساش انه شوف في فيزيات قورتي عندها حاجة رائعة. لا يبارك. كي تبكي توصلك ففي الجنازة في الجنازة للأسف تقطع هاداك المنظر. بكيت معها في رجلها في الجنازة. ومبعدهم هو المخرج قال كوت وانا وياها قاعد نبكي ونبكي ونبكي وقتين فوق زينا طلعنا الاسطاح الفوق. مبارك. لذلك انا عندها تقمس شخصية شوية. ستاكر فيها. الله يبارك لانه فنانا بطبع. كلما نشوفوا مثلا هذه الأعمال الجميلة جدا يعني لتشوف الساحة الفنين. نشوفوا بلي رادي انه الحمد لله الانتاج الجزائري والله الدراما الجزائري راها في تحسن راها في تقدم. لانا قادرين مثلا نفسه عربيا نخرجه من المحلية الموجودة. وكان قوله الحمد لله لان يعني من قوله سبع سنوات ثم سنوات الوراء كان الا التليفزيون اللي ينتج. نعم طبعا نرغم كان البريفي كان شركات اجنبية كان تطوير وكان احتكاك ايضا. كان تطوير احتكاك كان تاني بداع كان فاسا في بليزيق. يعني وكانت غير قناة واحدة يعني من عشر سنوات كان الى التليفزيون الجزائري. حتى انه الاحترام في الاخراج يعني تطور يعني سيناريو كان. ودوكا حتى يعني رانا هم في اعبال وزيت خانجي. طبعا. الاخوات تعنا والاخوات تعنا تاعت وانسا. طبعا. يرانا هم يديروا الانتاج والاخراج. انا حضرت الزوج حساس دوز اميسيون. داروهم يعني التونيزيين مانيفيك. الله يبارك. يعني شو بني التجربة التونسية كان احتكاك. شي جميل جدا انه يصرق احتكاك ما بين يعني الجزائر ودول اخرى. من اجل اخذ الحبارات. ستان بلوس. ستان بلوس. يعني حاجة زيادة للانتاج الجزائري والدراما الجزائري والفيلم الجزائري. طبعا. من منظورك سيدة عادية عيدة عفوا. الحاجة اللي خلت ربما الدراما الجزائرية في الاعوام السابقة قبل الخاوة. اللي خلتها متبرز اكتر. هل كان اشكالية مثلا نشوفها في السيناريو. ام اشكالية في الانتاج في الاخراج. ام اننا نقصوا كفاءات خاصة بالنسبة للممثلين. نهائيا بالعكس انا نقول انه الممثلين اللي كانوا قبل. ده نقول لك وش كان نقصنا في الدراما اللي قبل. كنا دايما محصورين في لاكاسبا ديور القصبة. طبعا. هذاك هو. ابسوليوم. احنا كنا نتطوره يوم بعد يوم. استاذ غالك اللي كانت لبس روالي الشلقة. ولا تلبس الجلابة اللي كانت تلبس الحي كمرة ما. ولا تلبس الحجاب. هذا التطور ما وراوناش في الدراما. نعم. بناتنا. نعم. 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 اشتركوا في القناة كنت مخبية علينا كل هذه الأعوام كنت نربي فيه تشوفي مشي بخل هذا بخل وحنا وحنا وجمهورك طبعا نصيب إنه جميل تخطر هذه النصيحة اللي حبي نقدمها يعني الجمهور عايدة أنا نقول بصفة عما الواحد ما يأسش يعني لما يكون أنا تعذبت في حياتي تعذبت كتير الغربة بعيد عن أهل بعيد عن أهل وبعيد وتمثل بلادك ووحدي مرة وحدي قاعدت بزاف بلا راجل donc tout ça c'est très difficile تكبرتولي دي donc j'avais des moments de détresse très très fort surtout quand je vais dans l'Algérie les deux premières années elles ont été très jure pour mordi tout qu'au revoir tout vécu avec moi بالصح كنت نقوف نقول لهم يا ناس راح نوصل ووسط إن شاء الله إن شاء الله يا رب يعني ويعد مرجع فني ليس فقط على الساحة جزائرية تحضلي تفضلي تكلمنا على فلا طبعا السلطانة طبعا وتكلمنا على نعيمة شخص نعيمة أيضا وكان حاجة منش عارفة إذا كنت على ملك بها ولا لا وكان صالح اللي كان يخيد الفرقة تفيروس الله يبارك صالح أنا نسمع فيه برك الله يلايك لشوف تفيروس أبيرس الله يبارك جميل جدا يعني الأسرة يعني تمثل الجزائر أحسن تمثل وكان نجيب نجيب أبابسا أنتم من نجيب عندكم من الضار وكان أيضا تقيمة والقيمة أيضا فنانة وديكوراتريس ومشاء الله وفنانة يعني بمعنى لاتمن حساس نسمع بابسا قريبا جدا أكيد الحاجة المليحة مشاهدينا الكرام أنه يعني عيدة في الكوليس كانت الدندني ونحنحشمها ونقول غنيلي شوي لا مستحق لا لازم لا لازم غنيلي شوي أنا نعطيك سكوب للمشاهد هذا القفل هذا حسو يهبل يعني أنا مكانك رائع هنا ربي سحروح تغني يا ولي إلا انتخبت يلا هتفضلي نسمع نسمع نسمعوك عيدة حبيب نسمعوك تبعني نتبعك طبعا غنيلي شوي شوي غنيلي وخد عيني غنيلي شوي شوي غنيلي وخد عيني خليني أقول الحالي تتمايل لها السماعين وترفرف لها الروكبار وإن القسم على اليسمين إنها الله وتسافر لها الأطيار طوين الباق ودي شوي 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 غنيلي غني أخد عيني بس إنتا ما غنيتش الله علي أنا خليتها هي اللي تغني مشاء الله علي رغم بخيل عنه الشاهد ما رغم تفرجولوش إذن عيدة يعني أطليتي كنجمة يعني كما يقولوا رح أضيء يعني وإضافة كبيرة جدا للدرامة الجزائرية مشيري أحكي الآن رح أتعودي مطلوبة جدا من كثير من الأفلام المسلسلة أتمنى ياري أتمنى يخذوا لي دور كده ونأخذ شاب مثل الأمر يلعب دور ابني كما يتعين الله يحب عليك إن شاء الله ونعب نوري والجمال الجزائري وراني نبعد ميساج للصحبات اللي هم في مصر ولي راهم خارج خارج جزائر شوفوا المرأة الجزائرية كيفاش عاملة الله يبركي لا يعني هل تعلن ولا مدام فيزية اللي كانت قبلك طبعا ونتعلن مشاء الله على السلم ميكروبي خليك أتمنى أن يكون أنا على صدد أعمال ثلاث أعمال خليت ثلاث أعمال هذا العام إن شاء الله مع الكاتبة الرائعة صار بارتما كان ثلاث أعمال حلوين واحد منهم عمل سينمائي وثلاث تلفزيوني واحد منهم قصة تاريخية جزائرية الرائعة إن شاء الله ما عنديش الحق اللي أتكلم فيها وش عنا تاني والله أي حاجة تفيد بلدي أنا نعملها وهو كذلك ربي خليك إن شاء الله إذن يعني مراكي شراح المصر حتقودي معنا يا يمن موت على بلدي بيانسير لا لا شوفي شوفي نقول لك أنا عندي اثنين أمهات أم خليفتني وأم ربيتني طبعا بس كما ننساش فضل مصر علي أبدا ولا المصريين صراحة تحية كبيرة جدا على فكرة ابنها مصري الله يبرك ربيتني ربيتني جزائري ربيتني جزائري أعطيتني أخي ينفعني في الانتخابات الرئاسية إسمعنا نحن نفعل أخي لنا لا لأخي يعطيك الخير ربي حقلك إن شاء الله إذن أرادية أيضا كما نشوفو إطلالت كانت مميز جدا عبر قناة البلاد وأيضا أرادية رأي صديقة الفنانين ونشوفوها في الكثير من الاحتفاليات في كل مكان وهذا يندل على شي أنه قيمة راديا يعني كما نقول لنا كما الملح في الطعام في كل مناسبة إنسانية والله خيرية وحتى أنه في التجمعات الفنية نلقى ورادية وهذا يندل على شي أنه الناس رضاهم عليها وعلى ثقافتها وعلى تربيتها يعني الحمد لله راديون قادرين يجدون نشوفوكم من القدم إن شاء الله شوف عملنا حفلة من أسبوعين عيدة لعيد الأم طبعا كانت من كانت ساعتاشر مي ساعتاشر مي لأن عيد الأم يجي في آخر وكانت رمضان وإن قدمناها على جرمان يعني من أجل رمضان وممكن عيدة تكلم لك كانت يعني حفلة ما شاء الله الأمهات الأبناء يعني مبادرات هذه جميلة جدا روعة جدا وغدوة إن شاء الله لا أقول الأهم طبعا هي متحبش تكلم بزد يشهد لرادية الحفلة كانت رائعة بالصح لما تقال فيوستها الحفلة وتبرعت بيهم الجمعية أنا من قدرش نتكلم على الله يبرك عليك الله يبرك عليك الله يبرك عليك مواهب يعني جميل جدا رادية راه تدعم كثير من المواهب اللي طالعين وهذا اندل على شيء انه يعني شوفوا بلي رادية رفقت الفنانين من اصحاب الجيل السابق وهذا الجيل واندل على شيء يدل على انه رادية بتقافتها بمعرفتها انه الفنان الجديد وهذا الناشئ الموهبة يعني يروح يستشيرها ممهية قدرة توجهه بالطريق الصحيح في هذا المجال اللي هو شائك بزاف يعني في بلادنا نقول لك رادية بارك الله وفيك على هذه الاطلالة الجميلة كلها حسن ساعة محشم يعني باش نتكلم على هذه المبادرات وعلى الجمعيات وكامل لكن بارك باش نضيف لك حاجة هدوة ان شاء الله عندنا ايضا جمعيات تعالي بخيزوميكرا معروضين وانترك معروض الله شكرا لك رادية شكرا لك نعمل هذه الامال وحتى عيدة يعني عمرها ما تأخرت ان كلها تجي تقدمي وتبيع ثاني كما يقولوا ليبيا وتشارك يعني وضيفة الفنان يعني وجيب الناس ما شاء الله عليها عيدة والله وانا ما قدش نعمل يعني عيدة رجعت كما نقوله القهوة والسكر ما قدش نستغل عليها لانا كايم بزاف على فكا مش شغل عيدة لا كايم بزاف يعني ما يتأخروش عندك حاسيبة عبد الرأوف عندك نعيمة ما تتأخرش حاسيبة عمروش ما تتأخرش عندنا الاعلامي الكبير رأوف بوحالي بسم الله رياد بن عمر رياد بن عمر تلقاه في كل مكان موجود يعني هاي كده يجي الوجه جميل جدا انه الانسان يستغل حتى انه يستغل ظهوره ومعرفته عند الناس وجمهوره الاشياء الجميلة اللي ممكن ندير ربي خلينا ان شاء الله خير وعلى خير ونلقاوكم خير وعلى خير كان اخر كلمة ولقاعدة بك حالات يعني يا عيدة نحن نقعد رسالصار ان شاء الله انا شخصيا نقول طبعا رمضان كريم لكل المشاهدين الجزائريين اللي في الغربة قبرنا اللي في الجزائر بس في الجزائر احنا رعنا نعيش الحمد لله نوجه تحية كبيرة لجيش البار الجيش الجزائري والشرطة الجزائرية وجا درموا فينا إنسانة عاشقة للجزائر نحب بلادي بزاف لا يحملنا بلادنا من الفتن مظاهرة منها وما بطن الله ينجعل اتحاد ان شاء الله في قلوبنا وفي لا يحمينا من اعداء النجاح بس كما اكترهم اكترهم وربي يهديهم على كل حال جو باس ان كوكو اتو ميزامي كيسان تلاترانجي اوز اتازوني ان ايجيبت في مصر في فرنسا في كندا كل يحمي الجزائرية وعايش في الغربة راك في قلوبنا ربي هناك ان شاء الله ربي يخليك عيدة اعلان رادية اخر كريمة واش خدري تقولينا احبت اولا شكرك اربي يخليك على وش لا بالعكس ولا غير شرف كله لي اصدقتي لا يسلمك انا وش نقولكم رمضان كريم وعيد ان شاء الله مبارك للجميع لكل الدول وكل خاصة الامة الاسلامية ووش نقولك ان شاء الله في مشاريع ان شاء الله في مشاريع ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله وقناة البلاد دايما نفتحة دراعيها لك ورادية وفنانتنا القديرات ان شاء الله نجيبه عيدة القادة البلاد ان شاء الله كليون ان شاء الله اذا ان الاحباب القعدة حلت طبعا يقولك يا محلة قعدة الاحباب يالو كان يدوموا بالصحة بالصحة الله غالبあدي�� شئت احنا اوفياء احنا اوفياء احنا اوفياء لا الوفاء الوفاء اذا الوفاء الوفاء هكذا تقولكم عيدة نصيحة نقولكم Want to read your full 술 صحار صحوركم وسح رمضانكم وتحنا بكم القعدة سلام اشتركوا في القناة